كانت للاستشراق آثار إيجابية وأخرى سلبية وبعض هذه الإيجابية تتمثل في إحياء المخطوطات العربية وطبع الكثير من قتب التراث وتحقيقه ونشره أو ترجمة للغات الأجنبية لكن أخطر هذه الآثار إنها آثار سلبية تمثلت في النقاط التالية أولها الغزو الفكري الذي أصاب المسلمين في دينهم إذ إن الاستشراق كان يمثل البوابة الحقيقية التي عبر منها الاستعمار الحديث إلى بلادنا وعالمنا كذلك من آثار الاستشراق تفريخ دعاة التغريب من بين أبناء العالم الإسلامي الذين يتزيون بزي الإسلام هؤلاء كانوا يمثلون حلقة وصل بين الشرق والغرب لكنها وللأسف كانت حلقة سيئة تشتمل على أفكار متسوسة من بين هؤلاء جورج زيدان فرح أنتوان شبلش ميل يعقوب صروف علي عبد الرزاق وطاه حسين وأحمد أمين وتوفيق الحكيم وأمين الخولي إلى غير ذلك من دعاة كانوا يعملون على تحقيق أطماع الغرب والسؤال ما الخطة اللازمة لإعداد هؤلاء العلماء العلماء في الشكل لكنهم عملاء في الجوهر أولئك الذين تبنوا هذه الفكرة كانت خطتهم تسير وفق الآتي تبني الاستشراق في إخلاص تام لمبادئ الاستشراق وتفكيره ثانيا الدفاع عن الاستشراق بإصرار واستماتة ثالثا التفن في الدعوة إليه بكل الطرق والوسائل وهذا ما وقع فيه طاه عسين كان موزج حي في كتابه الشعر الجاهري الإسلام كان يدعي أن الإسلام دين محلي لا دين عالمي وقد وقع في هذا المستنقع نظرا واتباعا لما قام به المستشرق الإنجليزي جيب في كتابه المسمى المذهب المحمدي إلى غير ذلك كذلك من آثار الاستشراق ونتائجه السيئة على عالمنا الإسلامي بعث الخلافات القديمة وإحياء الشبه المدفونة إن الخلافات القديمة التي يسمونها خلافات لم تكن أبدا خلافات ولكنها كانت بمثابة الحياة الحقيقية للفكر الإسلامي القائمة على الحوار مع الآخر وهؤلاء صوروها على أنها خلافات قديمة كما أنهم حاولوا إحياء الشبه المدفونة شبه في ظاهرها لكنها تؤكد على أن الإسلام رحب يأخذ بالفكر الآخر كذلك من بين تلك الآثار صرف همم المسلمين عن الاتجاهات العلمية التجربية إلى الأدبية والنظرية كذلك من بين آثار الاستشراق وأخطرها على الإطلاق اتجاه إلى صرف المسلمين عن كتابهم وسنة نبيهم إضعاف اللغة العربية وإضعاف اللغة العربية في واقع أمرها عمل الاستشراق بدعوات ماكرة لتحقيق هذا الأثر وهذه الدعوات تقوم على الدعوة إلى رسمية اللهجات المحلية العامية الدعوة إلى كتابة اللهجات بحروف اللاتينية الادعاء بأن الفصحة تقضي على قوة العرب الاختراعية وهكذا حاولوا تشويها لغة القرآن إن لغة القرآن والسنة المطهرة لا تساير احتياجات العصر في نظرهم ولذلك يجب على المسلمين أن يهجروها ويتحدثوا باللغة العمية هذا ما حاولوا به صرف المسلمين عن لغتهم الأم وأخيرا من آثار الاستشراق القعود عن الجهاد وتشويهه يرون أن الجهاد كان عاملا من عوامل وصف الأمة بأنها أمة إرهاب ولذلك كان أخشى ما يخشاه الأعداء عن وجود هذه القاعدة في الإسلام قاعدة الدفاع على النفس لقد قام المسشرقون بحملة زور عنيفة عن الجهاد في الإسلام فوصفوا المسلمين بالتعصب وأن الإسلام لا يعرف حرية الفكر ولا حرية العقيدة وأنه لم ينتشر إلا بحد السيف ومن عجب أن تلك النظرة القاتمة وجهت من أولئك الأعداء وقد رد عليهم أبناء العالم الغربي ومستشرقون منصفون يؤكدون على أن الإسلام لم ينتشر أبدا بالسيف وإنما بمحض العدل والحرية وقرأوا إن شئتم ما قالت به زيجريد هونكا في كتابها الله ليس كذلك وفي كتابها شمس الله تستع على أوروبا وأيضا الإبل على بلاط قيصر تؤكد على هذه الحقيقة لترد على هؤلاء المستشرقين فرياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر